السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فمحاضرتنا في هذا اليوم ضمن سلسلة محاضرات الرئاسة الخاصة بموسم حج 1443 بعنوان ليشهدوا منافع لهم والموضوع الذي نتحدث عنه هو ما جاء في قول الله تبارك وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول مسلمين هذه الآية العظيمة هي أمر من الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم حين كان يدعو قومه في مكة إلى التوحيد وكان المشركون يعبدون الأصنام ويطوفون بها ويذبحون لها ويقصدونها في مواسم معينة تخصها فالله تعالى أمر محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله بمعنى ليس فيها شيء لغير الله لا للات ولا للعزة ولا لإمنات ولا لغيرها من سائر المخلوقات عباداتي كلها لله وحده لله الله جل وعلا هذا الذي جعلت صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي له هو رب العالمين والأصنام التي تعبدونها ليست ربا للعالمين وفرق عظيم بين ما أنا عليه وأما أنتم عليه وأنتم تطمعون أنني أشارككم في عبادتي أصنامكم العبادة الباطلة وهذا لا يقبله العقل ولا يستسيغه الإنسان البصير فأنا أعبد الله تعالى بأنواع العبادات المتنوعة من صلاة ونسك وزكاة وصيام وبر وإحسان وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وسائر أنواع العبادات كلها تصرف لرب العالمين جل وعلا ولا يكن فيها دخل ولا شركة لغيره ولهذا قال لا شركة له وبذلك أمرت ليس اختراع من النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو أمر من الله تبارك وتعالى له أن يخلص لله تبارك وتعالى في العبادة بعد هذه المقدمة يجب على كل مسلم أن يعرف الله تبارك وتعالى لأجل أن يعرف أنه هو المستحق للعبادة فالله تبارك وتعالى عرفنا بنفسه وبذاته وبصفاته وبأسمائه لنعبده بها ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه وما أمروا إلا ليعبد الله فقط مخلصين له مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إذن أنت يا عبد الله وأنت تعرف أنك عبد لله فاعرف مقتضيات هذه العبودية وهو أن تكون منقادا لله مطيعا لله مستجيبا لله قائما بما أمر الله منتهيا عما نهى الله عنه الله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول ويعلن بما هو عليه من الهداية إلى الصراط المستقيم الدين المعتدل المتضمن للعقائد النافعة وللأعمال الصالحة الذي كان عليه الأنبياء والرسل قبله وعليهم الصلاة والسلام وخصوصا إمام الحنفاء إبراهيم عليه السلام وهو الذي وما كان عليه هو الدين الحنيف المائل عن كل دين غير مستقيم من أديان أهل من أديان أهل الانحراف كاليهود والنصارى والمشركين فقال تعالى قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم ديناً قيماً ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين قل له هؤلاء الناس أفهم هؤلاء القوم الذين لا يستعملون عقولهم قل إنني أنا هداني ربي لست مثلكم على الظلال أنا هداني ربي ونبهني عن الخطأ الذي أنتم عليه أن لا أسلك مسالككم أنتم لم تهتدوا وما هداكم الله هداني ربي إلى صراط مستقيم اللعوي جاج فيه وهذا الصراط هو ديناً قيماً ملة إبراهيم عليه السلام وما كان إبراهيم مشركاً وما كان يهودياً ولا نصرانياً ولكن كان حنيفة مسلمة فهذا الدين هو الذي أنا عليه وصلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله كلها لله فالله تعالى بعدما عمم نوع الهداية لنبيه عليه الصلاة والسلام للصراط المستقيم ذكر أشرف العبادات وهي الصلاة والنسك الصلاة التي هي صلة بين العبد وربه الإنسان إذا وقف للصلاة قطع العلائق بينه وبين الخلق وقال الله أكبر الآن توقف الاتصال مع المخلوقين لا علاقة له بالمخلوقين وانحصر اتصاله بالله تعالى الخالق وهذه تكبيرة الإحرام لأن بهذه التكبيرة انقطع عن الخلق وحرم عليه الاتصال بالخلق وصار منزما أن يكون تعامله في هذه اللحظات مع الله جل جلاله فيقف الإنسان المصلي بين يده الله ويثني عليه ويمجده ويحمده ويطرب منه الهداية والاستقامة ويحول بينه وبين الطرق المتوية وهي قراءة فاتحة إذا قال الإنسان الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى وهو فوق عرشه حميدني عبدي إذا قال الإنسان الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي إذا قال مالكي يوم الدين قال الله تعالى مجدني عبدي إذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذه بيني وبينك إياك نعبد هذا التزام منك أن تكون عبادتك كلها لله لا يشوبها شائبة شرك ولا نفاق ولا رياء ولا سمعة فتكون عبادتك كلها خالصة لله وهذا تعهد كلكم تقولونه في كل ركعة تتعهدون لله على أن لا تحيدوا في عبادتكم إلى غيره وإنما تكون عبادتكم لله وحده خالصة لا يشترك مع الله لا ملك من الملائكة ولا نبي من الأنبياء ولا ولي من الصالحين ولا غيرهم من سائر المخلوقات وإذا وإذا قلت وإياك نستعين فهذا طلب منك هذا طلب أنت تطلبه من ربك أن يعينك والله تعالى يقول قد فعت وبقية السورة كلها طلبات والله تعالى يعيدك بأنه يفعل إذا قلت إهدنا الصراط المستقيم دلنا وأرشدنا ووفقنا ويسر لنا أن نسير في الطريق المستقيم يقول الله قد فعت صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهد والصالحين هذا الذي نريد في كل ركعة ونطلبه من ربنا هذه طلبات منك الله تعالى يجيبك وتتبر من الملل والنحل المخالفة لهذا المنهج فلا تريد السير في الطرق المعوجة كطرق اليهود والنصارى وغيرهم من سائر الأمم لأنها تخالف طريق المنعم عليهم فتقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين فياربي أنا لا أريد طريق الذين عندهم علم لا يعملون به ولا أريد طريق الذين يجتهدون في العبادة على جهاله لا أريدها يا رب إنما أريد طريق الذين يتعلمون ويعملون وهم من أنعمت عليهم من الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين هؤلاء الذي أريد أن تجعلني ضمن زمرتهم وأعيش ضمن دائرتهم وأحشر معهم فدلنا على الطريق الذي يوصل إلى هذا الأمر وتقرأ بعد ذلك ما تيسر من القرآن ثم تخر راكعا الإنسان في حال الركوع يتذلل لله تعالى فيثني جسمه ويطعطئ رأسه ويخضع ويذل لله تبارك وتعالى وهذا العمل لا يكون إلا لله ولا يصرح إلا لله لا يصرح أن يعمله الإنسان لأي كائن من كان وإنما لله وحده لا شرك له وهذا ذل من الإنسان لمن يستحق التذلل له لأنه ربي فربي الذي رباني وخلقني ووهبني النعم وصرف عني النقم والذي بيده حالي ومعالي وجنة وناري هو الذي أركع له وهو العظيم وعقول وأنا راكع سبحان ربي العظيم وهذا هو التوحيد فأنا لا أركع لغير الله ولا أتذل لغير الله لأن الله تعالى هو ربي وهو المستحق لهذا العمر وغيره لا يستحق فلا يجوز الركوع ولا السجود لغير الله وأنا في حال الركوع لا غضاضة علي ولا أشعر بالإهانة ولا الدناء لماذا لأنني أقول سبحان ربي العظيم فربي الذي أركع له هو عظيم مستحق لهذا الركوع وليس كالمخلوقين المخلوقين لا يستحقون هذا لكن ربي جل وعلا وهو الخالق يستحق ذلك وهو المستحق وحده دون غيره لهذا العمر وأنا أعظم ربي ولهذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم أما الركوع فعظموا فيه الرب جل وعلا فالإنسان في حال الركوع ينشغل بالثناء والتعظيم لله تعالى سبحان رب العظيم سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي فالإنسان يثني على الله تعالى بما هو أهله جل وعلا في حال الركوع ثم إن الإنسان بعدما يمن الله تعالى عليه بهذه العبادة وهي الركوع يرفع رأسه معلنا الحمد لله ويقول ربنا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد على أن وفقتني لأركع لك وأنعمت علي بهذا الانحناء لجلالك فالله تعالى يستحق ذلك وهو وحده دون غيره فغيره لا يستحق شيئا من ذلك وقد جاء عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رجلا جاء فدخل الصف وقد حفزه النفس فقال الحمد لله حمدا كثيرا طيب مباركا فيه فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة قال ألف ألف ملك يبتدرون وصارت سنة نقولها عندما نرفع من الرقوع فالإنسان فالإنسان يحمد ربه على هذا الخير العظيم الذي أكرمه الله تعالى به ويسره لفعله بينما خلق عظيم لا يعرفون الصلاة فأنت يا أيها الإنسان المؤمن أكرمك الله وميزك واختارك بأن تعمل هذه الأعمال فهذا من أعظم النعم وهو أعظمها فتقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماء وملء العرض وملء ما شئت من شيء بعد أي أن الحمد الذي أقوله يملأ السماء ويملأ العراضين ويملأ ما شئت من شيء بعد قال العلماء العرش أي يملأ العرش والعرش هو أكبر المخلوقات إذا أن الإنسان رفع ظهره من الركوع ودعى بهذا الدعاء فإنه ينتقل إلى حال هي أعظم تذللا لله وهي السجود فيكبر وهو يكبر يقول وهو ينحدر يقول الله أكبر فيوصق أعضاءه السبعة بالعرض قدميه وركبتيه ويديه وجبهته مع أنفه سبعة أعضاء تلتصق بالعرض وهذا غاية الذل هذا نهاية التذل وهذا التذل هو لله وأنت تقول فيه سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى أنت وأنت تسجد وتوصق جبهتك بالعرض تعفر وجهك بالتراب تقول سبحان ربي الأعلى الذي هو جل وعلا فوق عرشه بائن من خلقه مطلع عليهم وهو أقرب حال اتصال بينك وبين ربك ولهذا قال المصطفى صلى الله عليه وسلم وعم السجود فأكثر فيه من الدعاء فقامل أن يستجاب لكم وقال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد أقرب أحوال الاتصال بالله تبارك وتعالى هي حال السجود إذا عردت عن تناجي ربك فألح عليه في السجود ولما جاء رجل لما أن رجلا سأله النبي صلى الله عليه وسلم عما يريد قال أريد مرافقتك في الجنة قال أو غير ذلك قال لا غير ذلك قال أعني على ذلك بكثرة السجود يعني أكثر من السجود أكثر من الصلاة فاع السجود هو أشرف وأفضل أحوال الصلاة عندما يكون العبد ساجدا لله تبارك وتعالى فإنه قد خضعت أعضاؤه وتذللت أركانه وهدأت أحواله وصار لا ينشغل بغير مولاه فليس أمامه شيء ينظر إليه ولا يحس به وانقضع اتصاله عن كل الحواس إذا كان الإنسان جالسا أو قائما قد يرى الناس يمرون أو يرى الذي أمامه لكن إذا كان ساجدا لا يرى شيء وحينئذ يكون الاتصال قويا بالله جدا فأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد والإنسان إذا أتى بالتسبيح سبحان رب الأعلى فلاه أن يدعو بما أحب من دعاء لا يكون فيه إثم ولا قطعة رحم من خيري الدنيا والآخرة يدعو لنفسه يدعو لوالديه يدعو لأهله يدعو لأمة الإسلام يدعو لمن شاء ما لم يكن إثم أو يكون قطعة رحم فإنه ممنوع الدعاء به في كل الأحوال لا في السجود ولا في غيره ثم بعد هذا الإنسان يرفع من السجود ويدعو بطلب المغفرة من الله ويقول ربي اغفر لي ربي اغفر لي ويكررها فالإنسان إذا تعمل حاله في الصلاة وجدها أنها من أولها إلى آخرها إلى التسليم هي إما ثناء على الله أو طلبات أنت تطلبها من الله إما أنك تثني على الله وتمجده وتسبحه وتكبره وتهلله أو أنك تقول أريد كذا وأريد كذا وأريد كذا وأريد كذا وأريد كذا تقول إياك نستعين إهدنا الصلاة المستقيم تقول ربي اغفر لي تقول ربنا ولك الحمد وهذه كلها طلبات أنت تريدها أنت تريد تحقيقها من ربك جل وعلا ويعقب ذلك ما يكون في التشاهد وفي التشاهد الأخير في الصلوات والدعاء بالاستعادة من أربع من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال وربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار كل هذه طلبات أنت تطلب من ربك فالصلاة مشروع عظيم ومشروع هام وهو أقوى وأعظم مشروع تقوم به فتهيأ للصلاة لأنه يتاح لك الفرصة لمخاطبة الله جل وعلا بما تريد فتهيأ لهذا الموقف واستعد له فإنك تناجي ملك الملوك جل جلاله وتطلب منه أعلى وأعظم وأغلى المطالب فلا تكون الصلاة عبارة عن تمارين وطقوس عادية يكررها الإنسان حسب العادة لا يا أستاذ ليست الصلاة هكذا الصلاة توحيد الصلاة عبادة الصلاة تعهد الصلاة التزام الصلاة تأدية ركن هو الركن الثاني من عركان الإسلام التي لا يقوم إلا بها ولا يستقيم إلا عليها فصلاتي لله قل إن صلاتي ونسكي ومحيايا ومماتي لله رب العالمين لا شرك له وبذلك أمرت وأنا أول مسلم هذا هو المطلوب من الإنسان في الصلاة فالنبي عليه الصلاة والسلام بلغ المشركين بأن موضوع الصلاة لا تفكرون فيه ما فيه مفاوضات الصلاة ما فيه مفاوضات الصلاة كلها لله ولا فيه مجال للمساومة قالوا طيب جيب ذبيحة خروف شات عنز جمل اذبحها لله قال ونسكي لله فنسكي لله أنا لا أذبح إلا لله لا أذبح للعصنام ولا أذبح للسيد ولا للولي ولا لصاحب الطريقة ولا لعلان ولا فلان الذبح لله فقط نسكي وهو ذبح لله فلا يكون الذبح إلا لله وإذا كان ذبحا لغير الله فهو فطيسة فطيسة حرام لا تحل ولا يجوز أكلها فإذا ذبح الإنسان ذبيحة باسمي غير الله فإنها شرك أكبر مخرج عن الملة ويدخل في هذا ما نسمع عنه من بعض الناس الذين يجمعون أموالهم ليشتروا خروفا أو ثورا أو جملا ويذهبوا به لضريح السيد فلان وقبر الولي فلان في الموسم المحدد ويذبحونها عند قبر الظريح هذا هو الشرك الأكبر المخرج عن الملة فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول نسكي لله الذبائح التي أذبحها لله ونبينا صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أقرنين أملحين ذبحهما بيده وسمى وكبر وقال بسم الله اللهم هذا عن محمد وعن آل محمد وذبح الثاني وقال اللهم هذا عن من لم يضح من أمة محمد صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الاستعمال الثاني للفظ النسك هي شعائر الحج فالمناسك من الإحرام والطواف والسعي والوقوف بعرفة ومزدلفة وميناء والرمي والحلق كلها مناسك وتسمى مناسك الحج هذه لله لا يشترك فيها أحد كان المشركون يحجون ويقولون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك الا شريك هو لك تملك وما ملك هم يقولون لبيك لا شريك لك الا شريك هو لك يعني استثنوا فالشريك هذا لك انت تملك وما ملك لكنه شريك لك ولهذا هم يعرفون ان اللات والعزة ومنات والاصنام التي جعلها حول الكعبة كلها مخلوقة وان الله هو الخالق لكن يقول هذه نجعلها شفعاء لنا عند الله يقولون ما نعبدهم الا ليقربون الى الله زلفاء يعني نبغاها تتوسط لنا عند الله الله تعالى يقول واذا سألك عبادي عني فاني اكملوا قريب اجيب دعوة الداعمة اذا دعان ما هو اذا راح للضريح ولا راح للصنم ولا راح لفلان او علان وطلب منه انه يطلب من الله ان يغفر لا الاتصال مباشر بينك وبين ربك ليس فيه وسائط فالاتصال بالله مباشر وقال ربكم ادعوني استجب لكم ما قال اذهبوا الى الولي او الظريح او السيد او غيره وهو يتوسط لكم عندي لا اطلب من ربك ما تريد واحصل على جواب مباشرة ف لا مجال للوثنية ولا للشرك في اعمال الحج كلها من حين الاحرام الانسان اذا اراد ان يحرم في الميقات فانه يتجرد من المخيط ويغتسل ويتطيب ويقلم اظفاره ويزيل الشعر غير المرغوب فيه ثم يلبس احرامه ويتهيأ لأجه الدخول في النسك فاذا اراد الدخول في النسك نوى واعلن ذلك بالتلبية وقال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ويحدد ويحدد النسك الذي يريد كأن يقول لبيك عمرة او يقول لبيك حجة ونحو ذلك او يقول إذا كان قارنا لبيك عمرة محجة فالإنسان يحدد هذا النسك ويعلنه بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك كلها لله لبيك إجابة لطلبك عندما أذن إبراهيم بالحج بعمر ربه تعالى وقال له وأذن في الناس بالحج يأتوك رجال وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهد منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات أنت تلبي وتقول لبيك لنداء إبراهيم السابق فأنت تعلن استجابتك لذلك الدعاء وذلك النداء الذي نادى به إبراهيم بعمر ربه جل وعلا فتجيب نداء الله تعالى لك بالحج أو بالعمرة وأن هذا النسك الذي تعمله ليس فيه شراكة هو خاص لله تعالى خالص من دون تدخل أي جهة فيه لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك في هذا النسك لبيك إن الحمد كله وإن النعمة كلها وإن الملك جميعه لله لا شريك لك في شيء من هذا أبدا فكل الأعمال التي تنفذها في المستقبل وعنت الآن بدأت الإحرام تريد أن تنفذها خالصة لله لا يشوبها رياء ولا سمعة ولا نفاق ولا شرك حججت لا لأجل أن يقال حاج وإنما حججت لأجل أن تتطهر من ذنوبك وتخرج كما يوم ولدتك أمك حججت لا لأجل أن يثني عليك الناس ويقول هذا رجل حريص على الخير ومحب كل سنة يحج لا حججت لأجل أن تتطهر مما علق بك من الذنوب والآثام حججت لا لأجل أن تشرك بالله غير الله تعالى وإنما حجك لله تبارك وتعالى خالصا فأعمالك توحيد وعنت من حين إحرامك إلى أن تصل المطاف وعنت تلبي ويرفع الرجال بها أصواتهم والنساء يخفين ذلك ولا يبدين شيئا من أصواتهم إلا بقدر ما تسمعها من بجوارها من النساء لأن صوت المرأة فتنة فلا يصلح أن ترفع صوتها بالتلبية والإنسان يرفع صوته الرجال يرفعون أصواتهم قدر استطاعتهم ولا يكلفون على أنفسهم ما لا يطيقون ولما رأاهم النبي صلى الله عليه وسلم قد بحت أصواتهم قال إنكم لا تدعون أصم ولا غائب إنما تدعون سميعا قريبا هو إلى أحدكم أقرب من عنق راحلته فيدعو الإنسان بالتلبية ويجهر بها ويشهد على تلبيته ما يمر به في البرار في الطريق من الجبال والأحجار والأشجار والتراب وغيرها من سائر المخلوقات من الملائكة والبشر والجن إذا وصل الإنسان إلى المطاف توقف عن التلبية إذا كان معتمرا واستقبل الحجر الأسود وكبر ثلاثا وجعل الكعبة عن يساره وطاف الثلاثة الأشواط الأولى رملا وهو الإسراع في المشي مع تقارب الخطى وهو يدعو الله تعالى ويثني عليه ويطرب منه ما يحتاج والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه هنا تسكب العبرات وهو يشير إلى المطاف أي هنا يستحضر الإنسان عظمة ربه جل وعلا وهو يناجيه ويلح عليه ويطرب منه بإلحاح وحرص شديدين ويوقن بأن الله يجيب طلبه لا أنه يدعو وهو يجرب أو يقول أنا أريد أن أشوف هل يستجاب لي ولا لا لا أدعو وعنت موقن بأن الله يسمع ويرى ويعلم بحالك ويجيب دعائك وأنه كريم جواد رحيم غفور ودود ولا تظن بأن الله تعالى بخيل شحيح فقير فإن هذا عقائد أهل الكفر الذين قالوا إن الله فقير ونحن أرمياء لعنة الله عليهم بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ويمشي في الأشواط الثلاثة الأخرى وهو في كل أحواله مستحضرا لعظمة الله فالطواف توحيد لله والإنسان يدعو الله تعالى وهو يطوف بالكعبة والكعبة لا تعطيه شيئا يقبل الحجر الأسود والحجر الأسود وهو الحجر الوحيد الذي يقبل في هذه الأرض عبادة لله ويستلم الركن اليماني وهو حين يستلم عبادة لله وطوافه بالكعبة ليس عبادة للكعبة وإنما عبادة لله تعالى ولهذا قال جل وعلا فليعبدوا رب هذا البيت ولم يقل فليعبدوا هذا البيت الرب هو الذي أطعمهم من الجوع وهو الذي عملهم من الخوف فهو الذي يعبد لا الكعبة الكعبة لا تعبد وإنما اختارها الله وجعلها محلا للعبادة يعد الإنسان عبادة معينة عندها وهذه العبادة لا تعمل في غير هذا المكان ليس في العرض مكان آخر يطاف به غير هذه الكعبة وكل طواف بغيرها فهو محادة لله ومخالفة لعمر الله وافتراع على الله وليس في الوجود مكان يطاف به إلا البيت المعمور في السماء السابعة فالإنسان يطوف بهذا البيت وهو يستحضر عظمة من يطوف له وهو ربه جل وعلا عمر رضي الله عنه لما أنه جاء إلى المطاف وقف أمام الحجر الأسود وقال وقال والله إني لا أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك يعني أنا أعلم أن هذا الحجر مخلوق والذي خلقه هو الله ونبينا صلى الله عليه وسلم شرع لنا أن نعبد الله بتقبيله فأنا أقبله عبادة لله اقتداءا برسول الله صلى الله عليه وسلم ولو لم يكن عمله محمد صلى الله عليه وسلم ما أعمله فنحن نعبد الله بطريقة رسولنا صلى الله عليه وسلم لا نزيد على ذلك ولا ننقص وهو القائل خذوا عني مناسككم خذوا عني مناسككم ثم إن الإنسان بعد الطواف يتجه خلف المقام وقد فعل رسولنا صلى الله عليه وسلم بعدما انتهى من الشوط السابع ذهب إلى مقام إبراهيم وقال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فصلى ركعتين قرأ فيهما بعد الفاتحة بسورتين عظيمتين الأولى تبرأ من الكفر والكافرين والثانية التوحيد قرأ في ركعة الأولى قل يا أيها الكافرون لا 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 قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي ديني أنا على التوحيد وأنتم على الشرك لا نجتمع ولا نتفق أنا لي عبادة ومعبود وأنتم لكم عبادة ومعبود وأنا وإيكم لا نجتمع والثانية يقرأ سورة الإخلاص قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوان أحد فأنا أعبد الله الواحد الأحد الذي لم يكن له شريك ولم يكن له مثيل ولا ند ولا نظير وهو الذي يقصد ويلجأ إليه في الملمات والمذلهمات وهو المستحق لأن يعبد دون غيره جل وعلا وحينئذ لما سمع المشيكون هذه القراءة من رسول الله صلى الله عليه وسلم غسلوا أيديهم منه وقالوا ما في مجال للتفاهم الآن ما في مجال للتفاهم تبرع منا ومما نحن عليه وأعلن أنه مستمر على التوحيد ويعبد إلها واحدا ونحن نترك آلهتنا الكثيرا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب ثم بعد هذا في الإنسان يذهب إلى الصفا ويرقى عليه يصعد على الصفا ويتجه للقبلة ويدعو الله تعالى ويثني عليه النبي صلى الله عليه وسلم لما دنى من الصفا قال أبدأ بما بدأ الله به إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم فوحد الله تعالى وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده لا شيء قبله ولا بعده ثم دعا بين ذلك وقال ذلك ثلاث مرات وهذا كله توحيد لله ثم ينحدر الإنسان من الصفا متجها للمروة وهو يدعو الله تعالى بما أحب من الذكر من الثناء على الله وتسبيحه وتهليله وتمجيده وتكبيره ودعائه واستغفاره والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم فإذا وصل بطن الوادي المنخفض والذي وضع فيه العلامات الخضراء يسرع قدر ما يستطيع من الجري فيجري جريا شديدا إلى أن يصل للحد الثاني ثم يكمل سعيه مشيا من دون إسراء وهذه الأعمال يعملها الإنسان ثم بعد ذلك الإنسان إن كان معتمرا فإنه يحلق شعر رأسي وحلقه لهذا الشعر أو تقصيره إياه هو عبادة لله وليس تخلصا من الشعر بل إنه واجب من واجبات العمرة وواجب من واجبات الحج فلابد أن يأتي به الإنسان حلقا أو تقصيرا وكذلك في حال المشاعر في اليوم الثامن الإنسان يحرم إن كان متمتعا أو كان مفردا ينشئ الحج من مكة في اليوم الثامن وهو الأفضل ويحرم بالتلبية يبدأ بالتلبية كما فعل عند الميقات وأما من كان قارنا فإنه يبقى على إحرامه السابق وهو مستمر طيلة هذه الأيام على تلبيته وليس له أن يأخذ من شعره شيئا حتى يوم العيد ويتجه الناس إلى ميناء ويصلون بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم يتجهون إلى صعيد عرفات وفي عرفات يصلون بها الظهر والعصر جمعا وقصرا جمع تقديم ليتفرغوا للتوحيد ليتفرغوا للدعاء والدعاء كل توحيد سواء كان دعاء عبادة أو دعاء مسألة دعاء العبادة كقول سبحان الله والحمد الله لا إله إلا الله الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله أو دعاء مسألة كأن تطلب من ربك شيء جل وعلا شيء أن تريده لنفسك فهذا أيضا من التوحيد لأن دعاءك الله جل وعلا هو دعاء مخلوق لخالقه يطلب من خالقه جل وعلا والدعاء هو العبادة فالإنسان الذي يدعو الله هو يعبد الله تعالى بهذا الدعاء والنبي صلى الله عليه وسلم قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شرك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يقول هذا مع التلبية فيلب الإنسان في يوم عرفة ويتخلل التلبية هذه الأدعية من الدعاء بلا إله إلا الله وحده لا شرك له وأيضا الدعاء بالتسبيح والتهليل والتكبير والدعاء بطلب حاجاتك منه اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فعفو عنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقناع عذاب النار وخواتيم سورة البقرة وغيرها من الأذكار والأدعية الواردة في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فكلها يشرع بها الدعاء وتدعو بما أحببت من خاصة نفسك كتدعو لنفسك أو تدعو لوالديك أو تدعو لأهلك أو تدعو لولدك أو تدعو لجرانك أو تدعو لأمة الإسلام أو تدعو لعموم المسلمين أو تدعو بزوال شر محدق على المسلمين أو بجلب خير يتمنى المسلمون تحصيله فكل هذا من الأمور المشروعة والمطروب من الإنسان أن يستحضرها ويدعو بها وربنا جواد كريم رحيم غفور ودوت والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا وبشرنا بأن الله تبارك تعالى يباهي بأهل عرفات الملائكة ويقول هؤلاء عبادي أتوني شعثا غبرا ضاحين يرجون رحمتي ولم يروا عذابي أشهدكم أني قد غفرت له نسأل الله الكريم من فضله ونسأل الله تعالى أن لا يحرمنا ما عنده من الخيش الناس في يوم عرفة يبقون بها إلى أن تغرب الشمس ولا يجوز لأحد من جاءها أن يغادرها قبل غروب الشمس ومن غادرها قبل غروب الشمس ولم يرجع إليها لزمه دم جزاء مع التوبة لأنه عصى الله بهذا العمل فيبقى بعرفات حتى تغرب الشمس وهذا من الإنقياد لله والطاعة لله فإذا غابت الشمس وغربت وتأكد من غروبها يذهب بهدوء وسكينة منشغل بالتلبية يعني الإنسان وهو يتجه في الانتقال من عرفات إلى مزدلفة هو يعبد الله بهذا السير راجلا أو راكبا ماشيا على رجليه أو راكبا هو يعبد الله وعليه أن يلتزم بأداب السير من السكينة ومرعاة إخوانه فلا يؤذي ولا يضايق ولا يتعرض لمضايقة آخرين له فيجب على الإنسان أن يتحاشى هذا كله ونبينا عليه الصلاة والسلام وهو يلبي كان أحيانا يقطع التلبية ويشير للناس ويقول السكينة 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 وكان ما ينظر إلى حال الناس اليوم فهو يعبد الله تعالى ويوحده بهذا المشي وهو يلبي إلى أن يصل إلى مزدلفة فإذا وصلها صلى بها المغرب والعشاء جمعا وقصرا للعشاء ويبيت ليلته تلك عبادة لله بهذا المكان فيتعبد لله بالنوم في مزدلفة يرتاح فيها عبادة لله يتقوى بهذا النوم على عبادات مستقبلية وإذا طلع الفجر وصل الفجر في أول وقتها فإنه يتفرغ للدعاء ويثني على الله تعالى ويمجده ويلبي ويدعو بما أحب إلى أن تسفر الدنيا وقبل طلوع الشمس يتجه إلى ميناء مخالفا بهذا حال المشركين المشركون كانوا يذهبون من عرفات قبل الغروب ويذهبون من مزدلفة بعد طلوع الشمس فعمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نخالف ما عليه أهل الشرك فيكون انصرافنا من عرفات بعد غروب الشمس وانصرافنا من ميناء من مزدلفة إلى ميناء قبل طلوع الشمس وإذا وصل الإنسان إلى الجمرات فإنه يرميها بسبع حصيات وهذا الحصاء بمقدار حبة الفول يسمى عند العرب حصى الخذف وحجمها حجم حبة الفول والخذف معناه أن تضع الحجر على ظفر إبهامك ثم تقذف به بينه وبين السبابة هذا الرمي للحجارة يسمى الخذف والحصاء مقداره معروف عند العرب بهذا المعنى فلهذا قالوا حصى الخذف فلا تجزئ الحجارة الكبيرة ولا الصغيرة ولا بغير الحصاء والإنسان عندما يصل إلى الجمرة يذهب إلى جمرة العقبة وهي آخر الجمرات وبعدهن عن مسجد الخيف وأقربهن إلى مكة فيرميها بسبع حجارة يرفع يده مع كل حجر ويقول بسم الله الله أكبر اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا موفورا وسعي مشكورا وعملا صالحا مقبولا فالإنسان يتعبد لله بالتوحيد في رمي هذه الحجارة ولا يجوز له أن يسب أو يشتم وهذا من عبث الشيطان بعض الناس يقول إنه يضرب الشيطان فيسب الشيطان ويلعن الشيطان الشيطان يفرح بهذا لأنك خالفت رسولك صلى الله عليه وسلم ورسولنا صلى الله عليه وسلم كان يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر فهذا هو العمل الصحيح وهذا هو التوحيد وإذا أكمل السبعة فإنه إن كان متمتعا أو قارنا فإنه يزمه ذبح هدي التمتع والقران إن رغب أن يذبحها الآن فهو الأفضل فيذهب ويذبح نسكه هدي التمتع والقران فينحر هديه وهذا هو الأفضل وإن أراد أن يؤجل ذبح هديه إلى يوم آخر فإنه يحلق شعر رأسه وبهذا يتحلل التحلل الأول ويحل له كل شيء إن حرم عليه بسبب الإحرام إلا النساء فإذا أتى بما بقي مع السعي إن كان عليه سعي يكون قد حل له كل شيء حرم عليه فهذه هي المناسك التي يؤديها الإنسان والتي قال الله تعالى فيها لنبيه صلى الله عليه وسلم قل إن صلاة ونسك ومحياي ومماتي لله رب العالمين ومعنى محياي ومماتي أن جميع ما أعمله من القربي هو لله لا يشترك فيه أحد وما أؤمله من أعمال أريد ثوابها من عند الله في يوم القيامة فعملي في الحياة هو لله وما أحصل عليه بعد الممات هو من الله تبارك وتعالى ولا أريد من غيره شيئا لا نريد منهم جزاء ولا شكورا يتصدق الإنسان بالصدقة وهو لا يريد من المسكين أن يثني عليه ويطعم الطعام وهو لا يريد من المطعم عليه ولو كان عبر السبيل أن يمدحه ويثني عليه يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا لا يريدون من هؤلاء لا شكرا ولا تعويضا لا نريد منهم جزاء ولا شكورا لأننا نعمل هذه الأعمال عبادة لله نخاف من ربنا ونريد الثواب منه إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا النتيجة فوقاهم الله شر ذلك اليوم وأيضا ولقاهم نظرة وسرورا نسألها اجعلنا منهم وصلى الله وسلم ومبارك أهل عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه جمعين